السلام عليكم مرحبا بكم في القناة اتمنى تكونوا بخير ولا خير وبصحة جيدة مع فيديو جديد مادلين او كابكيك ندرهم بنوعين الشوكولات والفاني والاهم انهم يتجوا بطالعين ومشقين سوف ندر معكم السر هذا الانتفاق سوف تبعد طريقة من الأول إلى الأخر طريقة أولا سوف ندرهم خلط الكهربائي سوف ندرهم بيضات ساشي دلفاني كاس السكر كاس مرش الزيت كاس الحليب سوف ندرهم كل شيء أسهل و أسرع سوف تجربهم إذا لم تنظر الفيديو سوف نشحوا معك سوف تخلطهم بأعلى سرعة سوف تخلطهم بطالعين وندرهم الانتفاق سوف ندرهم سوف ندرهم سوف ندرهم سوف ندرهم كاس الزيت سوف ندرهم كاس كيف كان نوعي كاس يكون ممتوسط سوف ندرهم خمارات أو 16 غرام سوف ندرهم سوف ندرهم سوف ندرهم سوف ندرهم سوف ندرهم سوف نضيف ملعقة كبيرة من الخل أو الحامض من الخل ندرهم لن يجب عليك سوف ندرهم سوف ندرهم سوف ندرهم سوف ندرهم درهم سوف ندرهم ملعقة عمرة من زين الكاكاو الشوكولات ولكن خاصة يعني زيني ما زال انا عمزت شوية الماء لانك مشو الخاليط كان تقيل من زين الكاكاو يتقل عوثان نحاو نزيل شوية الحليب او لشوية الماء حد ملعقة كبيرة كان ضيف عوثان الشوكولات تشتو بحلاب خاليط مكحلش زينت عوثان الشوكولات صافي مجرد ان الخاليط يجب حلث الشكل هذا يجي تقيل شوية نعمروا المولات بحلاب تشكل نعمرهم جيد كما قلت لكم هذا عمرتهم ليس بحلولين المهم نعمرهم جيد دعوه واحد شوية لانك يطلع ذلك نسخن الفرن 200 دراجة نسخنهم جيد نسخن الفرن 200 دراجة من ندخلهم نشعل الفوق والتحت يعني نطيب الفوق والتحت نقص 180 دراجة نقص 180 دراجة او 80 دراجة نشعل الفوق والتحت خليهم يعني خمساش دقيقة يطيبون يعني يتشقون يتشقون طريقة ناجحة 100% كما قلت لكم هادو ما عمرتهم مش مزاف كما قلت لكم يعني خليتهم بحدة قبل ما تدخلهم الفرن يعني قبل ما يطيبوا خليهم حتى شوية يعني قبل ما يطيبوا يعني قبل ما يطيبوا كما قلت لكم هادو يعني تشقوا بهذا الشكل طريقة ناجحة 100% كما قلت لكم هادو ما عمرتهم مش مزاف يجبوا خفاف يعني حسن من الزنقة ويجبوا يعني عادي هكا يطيبوا بكمية كبيرة وتعطيهم الويداتهم هكا من كمية ويجبوا بهم دراسة أو افطروا بهم أو الودي بالنسبة ل يعني تزين لابدوا تزينهم الفوق تفو لهم هكا شكلة لدهن وترشع لهم يعني هكا يكون لواحد وشك يبغي دير خليتهم عاديين بات الشكل يجبوا يعني يجبوا يعني رائعين وناجحين 100% وطريقة يعني بسيطة يجبهم كاملين المكونات كاملة في الخلق وتخلطهم جيدا لا تحتاج إلى دراسة يداوية موالية 5 دقائق تخلطهم وحاول انك تدخلهم لا تدخلهم ساعة الفران من يقدرهم في المول خليهم 1-10 دقائق على برة أو 5 دقائق يعني يجبوا احسن ويجبون ويجبون وعجبتكم هذه الوصفة خلوا لايك وبرتجوها مع أصدقائكم في الفيسبوك أو في واتتاب ومع السلامة ومع الفيديو جديد ان شاء الله إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر